أطلق نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير صحة وسكان خالد عبدالغفار ووزيرة تضامن الاجتماعي مايا مرسي والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادوالي مبادرة تعزيز أنظمة الوقاية للأطفال يأتي إطلاق هذه المبادرة ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة وسكان والتنمية البشرية حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز قدرة الأطفال على الصمود منذ الولادة وحتى المراهقة والحماية من طاعات المخدرات وغيرها من النتائج التي تشترك في نفس الضعف الذي يواجه الأطفال أثناء نموهم